السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته تحية كبيرة لكم خبر الانتشار على موقع التواصل الاجتماعي حادث مأساوي في غازة عنتاب وفاة شخصين وإصابة 22 آخرين معظمهم من السوريين شهدت منطقة أوزالي في ولاية غازة عنتاب حادثا مروي عن أسفر عن وفاة زوجين وإصابة 22 شخصا آخرين معظمهم من العمال الزراعيين السوريين الحادث وقع عندما استضمت شاحنة تقلق العمال بسيارة تجارية خفيفة في منحذر على جانب الطريق وفقا للمعلومات التي حصل عليها موقع تركيا بالعربي تم ناقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الألاج حيث وصفت حالة سبعة منهم بالخطيرة الزوجان اللذان لقياحة فاهمة في الحادث كان علاماتنا الشاحنة بينما يعاني باقي المصابين من إصابات متفاوية السلطات التركية فتحت تحقيقا فوريا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات السلام عليكم ورحمة الله تحية كبيرة لكم امرأة سورية تترك أطفالها السلاسة على طريق فرعي غير معهول بمنطقة أبي سمراء في مدينة طرابلس الابنانية قبل أن تهرب إلى سوريا أحد مشايخ المنطقة ويدعا خليل حجازي تكفل برعايتين في منزله بعد الأسور عليهم من قبل أهالي وذلك بعد رفض عدد من الجمعيات استقبالهم بحجة عدم وجود أماكن شاغرة وبحسب جريدة النهار فقد تواصلت القوى الأمنية مع الشيخ في اليوم التالي وطلقت منه إحضار الأطفال إلى مغفرة بسمراء لتسليمهم لعماتهم المقومة في بيروت بناء على طلب ترجمة نانسي قنقر